تراشق كلامي يعكس حالة التوتر والاشتباكات الحدودية بين أثيوبيا والسودان الخارجية الأثيوبية فتحت النار على الخرطوم واتهمتها صراحة باستغلال انشغال أديس أبابا بأزمة تيجري وافتعال أزمة للدخول في صرع مسلح أثيوبيا وعبر خارجيتها رفعت من مستوى التصعيد ورفضت أي حوار مع الجارة السودانية قبل عودة قوات الأخيرة إلى خطوط ما قبل نوفمبر الماضي الرد السوداني لم يتأخر ففي تصريحات للعربية ردت الخارجية على الاتهامات الأثيوبية بالقول إن الأثيوبيا أطماعا في أراضي السودان مع الرفض الصريح والواضح لأي وساطة بشأن أزمة الحدود التي قد تنفجر لتتحول لمواجهة عسكرية مفتوحة مع أثيوبيا إلى أبعد من ذلك ذهبت الخرطوم في تصريحات خارجيتها للعربية بالقول إن قواتها باقية في منطقة الفشقة الحدودية محل الخلاف وشرارة حرب تدق طبولها على الحدود من كلا الجانبين الحرب اندلعت تعكس حالة لا حرب التي استمرت لعقود بين الطرفين بسبب خلافات على حدود تمتد بين البلدين لأكثر من 725 كيلومتراً خلافات حجمها اتفاق تم التوصل إليه عام 1972 وتضمن تسوية علامات الحدود بين البلدين تنازل بموجبه السودان عن أربع قمم جبلية محددة لصالح أثيوبيا التي طلبت أن تكون هي الحدود الفاصلة واقع تغير مع تبدل الحال في السودان ووصول سلطة جديدة تريد أن تعيد حقوقاً قيل إن النظام السابق فرط فيها لغيات كان لها ما يبررها أنذاك ولم يعد كذلك الحال في الوقت الراهن رشخيات العربي